اشتركوا في القناة جميعا أن نساهم أيضا في ذلك من خلال اتباعنا مختلف الإجراءات الصحية والوقائية في مختلف مسارات حياتنا اليومية والاجتماعية وأيضا المهنية أيضا في برنامجكم من عمان نواكب مستجدات الوطن من خلال محطاتنا الحوارية نبدأها بحديث عن جائزة الجمعية الاقتصادية للأبحاث الاقتصادية من المؤمل أن تساهم في إثراء المشهد الاقتصادي من خلال مشاريع دراسية وأبحاث علمية تفاصيل برفقة ضيفتنا الكريمة نرحب باسمكم مشاهدينا بنائبة الرئيس للبحوث الاقتصادية بالشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار دكتورة الشمسة بيت مسعود الشيبانية مساء الخير دكتورة ونرحب بك في برنامج من عمان مساء نور مذيعتنا المتألقة وأرحب أيضا بأسرة البرنامج من عمان لهذا البرنامج المتميز الذي يحمل البلد اسم البلد وأيضا أرحب بالمتابعين الكرام يا هالفيك دكتورة يعني جاءت هذه الجائزة تأكيدا أيضا على الاهتمام السامي بالبحث العلمي والابتكار من خلال خطابات جلالة أكد على دور البحث العلمي في المراحل القاد مرحلة نهضة عمان المتجددة نبدأ بهذا الحديث بالفعل قد أولى المقام السامي لحظة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد حفظه الله ورعاه اهتماما بالغا بالبحث العلمي ويتجلى هذا في المرسوم السلطاني رقم 98 إلى سنة 2020 حيث تم تعديل المسمى لوزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إيمانا من جلالته بأهمية البحث العلمي وبقدرات الشباب العماني الذي هم الثروة الحقيقية لهذا البلاد ويعول عليهم مستقبل ورفعة وطننا وبإذن الله هم سيستمرون مع النهضة المتجددة يعني دكتورة أيضا الجائزة هي تتناغم مع رؤية عمان 2040 من خلال محاور مختلفة نبرزها للمشاهد الكريم بالفعل رؤية عمان المستقبلية 2040 متميزة جدا لأنها تعتمد على محاور أربعة المحور الأول هو المجتمع إنسانه مبدع المحور الثاني الاقتصاد بنيته تنافسية والمحور الثالث البيئة عناصرها يعني عناصرها مستدامة وكذلك المحور الرابع وهو عن الدولة أجهزتها مسؤولة فكذلك البحث العلمي يلامس هذه المحاور لأن البحث يتكون من عناصر أولها الباحث وهو الإنسان المبدع الإنسان المثقف الأكاديمي الذي يبحث ويشقص في قضايا المهمة التي تواجه المجتمع أو الاقتصاد ويقدم حلول عندما يجمع المعلومات من المصادر موثوقة يحللها وبالتأكيد نتيجة هذه البحوث تأتي بتوصيات مهمة هذه التوصيات يأخذها متخذي القرار بمحمل الجد لأن سواء كان متخذ القرار في القطاع الحكومي ضروري أنه يعرف تشخيص هذه التحديات بشكل علمي وليس من كلام الناس وما يقال في وصائل التواصل الاجتماعي ومن هنا يستطيع أن يتخذ القرار الذي إن شاء الله يكون مناسب لتقديم حلول لتحفيز الاقتصاد البطني من هنا جاءت جائزة الجمعية الاقتصادية لإثراء المشهد الاقتصادي بشكل عام نبدأ نعرف المشاهد الكريم بهذه الجائزة وأهدافها المختلفة طبعا الجمعية الاقتصادية العمانية دشنت حفل في يوم الثلاثاء الماضي برعاية وزير الاقتصاد معالي الدكتور سعيد بن محمد السقري وتهدف هذه الجائزة إلى إثراء البحث العلمي خاصة فيما يخص تحفيز الاقتصاد الوطني وفي مجالات اقتصادية مثل السياسات النقدية والسياسات المالية وأيضا في قضايا تخص بإيجاد حلول لسوق العمل وفي الاستثمار الخارجي أيضا في بنية الاستثمار وبيئة الأعمال طبعا هذه الجائزة هي النسخة الأولى وإن شاء الله نأمل أن يشاركون حملت البكالاريوس والدكتوراه والماجستير كذلك طلبت الجامعات والكليات نعم إن الفئات المستهدفة هو كل مهتم ومتخصص بالاقتصاد طبعا هو من حملة الشهادات العليا ولكن أيضا ممكن البحث يكون على شكل فريق نشترط المقدم أو الباحث الرئيسي هو من حملة الشهادات ومن حقه أن يختار من أعضاء فريقه من ينظر إليه قادر على البحث يعني دكتورة يوم الثلاثة تم تدشين الجائزة نتحدث عن المراحل الزمنية تليها نعم بدأت الفكرة في يناير 2021 ويوم الثلاثة كما تفضلتي تم تدشين هذه الجائزة وبإذن الله سيكون عندنا شهرين اللي هما إبريل ومايو لاستلام المقترحات البحثية وعلى نهاية شهر مايو سيتم الإعلان عن المقترحات المتأهلة ومن ثم الباحث سيكون لديه ستة أشهر من شهر يونيو إلى نهاية نوبمبر ليسلم البحث للجنة التي تقيم هذه الجائزة وفي ديسمبر 2021 سيتم اختيار البحث الفائزة ويناير 2022 سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل تكريم تدشينه الجمعية الاقتصادية العمانية نعم كيفية المشاركة كيف يشارك كيف يقدم المقترح بالنسبة للباحث والباحثين المشاركين أيضا طبعا لا بد المشارك أنه يستوفي الشروط وهذه الشروط أول شيء أن يكون المقدم الطلب هو الباحث الرئيسي للبحث وأن يكون الموضوع فيما يخص التحفيز الاقتصادي في السلطنة كذلك نستقبل البحث باللغتين إما اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وأن يكون هذا البحث لم يتم نشره بشكل جزئي أو كامل في أي من المجلات المحكمة وأن لا يكون قد استل من أطروحة الدكتوراه أو الماجستير أو حتى من مشروع بكالاريوس لذلك تقول الملكية الفكرية للجمعية الاقتصادية العمانية ويحق للباحث الفائز إذا أراد أن ينشر بحثه مستقبلا ذلك ولكن بالتنسيق مع الجمعية نعم أيضا من ينظر إلى قيمة الجائزة هي قيمة كبيرة يعني محتواها المعنى ويناهيك عن المادي تتحدث عن القيمة بالنسبة للفئة المستهدفة فئتين للدكتوراه والماجستير الجائزة الأولى بقيمة أربعة ألاف ريال عماني أما الجائزة الثانية بقيمة ثلاثة ألاف ريال عماني الفئة الثانية للبكالاريوس وطلبة الجامعات والكليات الأولى بمبلغ قدره ألفين ريال عماني والجائزة الثانية بمبلغ قدره ألف ريال يعني المحصلة كامل الجوائز تقدر بعشرة ألاف ريال عماني في مساهمة من القطاع الخاص دكتوراه في هذه الجائزة بالتأكيد ولكن إلى الآن لا نستطيع أن نذكر الأسماء وإن شاء الله في وقت مناسب سنة نذكرها نعم اليوم ما أهمية أن إشراك القطاع الخاص المبادرات البحثية أيضا القطاع الخاص له دور مهم يعني إذا نظرنا إلى الدول المتقدمة ولكن دوره في عمان لا زال متواضع لذلك من هنا في هذا البرنامج أدعي الشركات الخاصة بضرورة الاستثمار في البحث العلمي بالتعاون مع مراكز البحث والتطوير في الجامعات والكليات سواء كانت في داخل أو خارج عمان نعم هي النسخة الأولى نعم نسخة قادمة إن شاء الله أكثر عطا ونحتفي أيضا بنهاية وختام هذه النسخة في من عمان في المراحل القادمة أنا أشكرك على حضورك اليوم في استوديو من عمان دكتورة الشمسة بيتمسعود الشيبانية نائبة الرئيس للبحوث الاقتصادية الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار شكرا بزيان دكتورة شكرا والشكر الموصول لأسرة البرنامج والمتابعين الكرام ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية لاختيارهم لي كعضو مقيم لهذه الجائزة تستحقين كل توفيق دكتورة وأنا تواصل معكم مشاهدينا لحبة في أمسية الليلة برنامجكم من عمان بعد الخاصة